نظم عدد من نشطاء المناخ وطلاب الجامعات وخبراء البيئة مسيرة تنظم تحالف عموم إفريقيا للعدالة المناخية وذلك على همش مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخة طلب المشاركون في المسيرة بتحقيق العدالة المناخية وتعويض الدول الإفريقية عن الخسائر التي حدثت لهم بسبب الدول الصناعية المسيرة التي نعملها هي مسيرة التحالف التي نعملها في كل قومة مناخ بتنادي بأصوات إفريقيا وحق إفريقيا في التنمية وحق إفريقيا في الحصول على تعويضات على الخسائر والأضوار التي تعرضت لها والتعامل مع قضية التعيرات المناخية وبيشارك معنا أصدقائنا من أبناء القرى الإفريقية من أكثر من 50 دولة إفريقية موجودين يعبروا عن أصواتهم، يعبروا عن قراءهم، يعبروا عن القرى الإفريقية أكثر قرات العالم تأثراً بأتغيرات مناخية وأقل قرات العالم إصداراً لإنبعاثات الكربونية هذه المسيرة مهمة جداً لأننا نواصل صوتنا الهدف من المسيرة هو إصال الصوت أن الشعوب الإفريقية وأبناء الشعوب الإفريقية مستعدين للدفع عن الحقوق بتاعتهم مستعدين للمناء ده بمطالبهم وكمان بنعبر عن أهلين اللي مش موجودين معنا هنا أديهم متأسرين بأوضية تغيرات مناخية نحن هنا لكي نكون قادرين على أن ندفع الأجندة الأفريقية ونضعها على طاولة المفاوضات وأن ندفع أفريقيا لكي تكون إقليم له لديها حاجات ولديه أولويات لم تنفذ وهناك أمور وتعهدات يجب أن يتموا إنفاذها وأغذها فيها الاعتبار نريد أن نتأكد أن أفريقيا كإقليم يتم الاعتناء بها هذا الرقم واحد ونريد أن نضمن أن هناك التمويل للخسارة والضرر يتم توجيهه لأفريقيا وأيضا ندفع لكي يكون هناك مضاعفة للتمويل الخاص بالتكيف في هذا الكوب إذن نحن نعمل على أن يكون هناك دعما من الشمال وحتى يتحمل مسؤولياته ويكون بعمليات الدعم لأفريقيا أنا شاب أفريقي وهناك الكثير الذين يعانون بدرجة كبيرة هناك تغير مناخي وسوف نستمر في العيش مع هؤلاء الذين يعانون وأبنائهم أيضا سوف يعانون نريد أن يكون هناك انتقالا ومرحلة انتقالية وأن ننتقل إلى الطاقة المتجددة الأهداف هي تحقيق العدالة المناخية لأن الموضوع ببساطة هو أن الدولة المتقدمة الاقتصادها كبير هي التي تساهم بأكبر قدر من البعثات التي تحصل في الجو فالتأثير بيصب بأكبر قدر على الدول التي تحاول تتقدم فهما بيطالبوا أن تحصل عدالة مناخية والقدر من الانبعاستات التي تأثر عليهم يحاولون يقللوه لأن الدول لا يوجد سلطة لدولة على دولة تانية فالموضوع بيمشي بالاتفاق نحن النهاردة عايزين نوصل رسالة أنه أفريقيا المفروض يكون لها صوت عالي جداً في المفاوضات التي تحصل دلوقتي في قمة المناخ والمفروض أنه يكون في عدالة مناخية للقارة دي علشان القارة دي من أكتر القارات أو يمكن هي أكتر قارة متأثرة بالتغير المناخي بالرغم من أن هي مش بتعمل أصل انبعاثات كثيرة فإحنا محتاجين يكون فيه رايح كبير جداً لقارة أفريقيا من ناحية التكايف للتغيرات المناخية واللاصن دامنش فاينانس أنه محتاجين نشوف البيئات التي تم تدمرها بالفعل بسبب تأثيرات التغيرات المناخية محتاج أنها نعالجها محتاج أن نضخ فيها تمويل علشان نبدأ أن الناس اللي هناك تقدر تعيش نحاول أن نقول للحكومات والمفاوضين أننا لسنا سعداء بمسيرة المفاوضات ونود أن يكون هناك تعهدات نحو أفريقيا بخلاف التعهدات التي لم يتم تنفيذها